مرحباً كيف حالكم يا أطفال ويا أولاد الأمور أتمنى أن تكونوا جميعاً بخير أنا آية وأنا معكم اليوم في مطبخنا الرائع والمبتكر لكي نقوم ببعض الأشياء الرائعة معاً أو نقوم بطبخ بعض الأشياء والأكلات الرائعة معاً مثل ما في العادة ليس كذلك؟ وأنا مبسوطة ومتحمسة جداً 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 لأنكم معي اليوم ويا أطفال تذكروا قبل أن نبدأ أنه يجب أن يكون أولاد أموركم بجواركم لأننا بالطبع بالطبع في المطبخ نحتاج إليهم كثيراً 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 لكي يساعدوننا في أشياء كثيرة وأيضاً لسلامتنا أليس كذلك؟ فهذا مهم جداً جداً وعلى أولاد أموركم أو أحد البالغين أن يكون بجواركم حسناً فاليوم نحن سوف نقوم بتحضير وجبة لذيذة وشهية جداً 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 وهي وجبة للإفطار أو يمكن أيضاً أن نتناولها على العشاء فهي وجبة مغذية جداً جداً وهو البيض فأنا متأكدة أن جميعنا يحب البيض كثيراً كثيراً وفي الحقيقة نحن سوف نقوم بتجهيز البيض اليوم بثلاثة طرق مختلفة واو أليس هذا رائع؟ فالطريقة الأولى سوف تكون عجة البيض بالجبن والطريقة الثانية سوف تكون بيض مسلوق ومعه بعض من خبث التوست ويمكننا أن نسميه سوف يكون مثل البيض والجنود واو رائع ومن ثم لدينا البيض على طريقة بوشية أو البيض المخفوق حسناً هل أنتم مستعدون؟ رائع والآن قبل أن نبدأ سأريكم ما هي الأشياء التي سوف نستخدمها اليوم حسناً فنحن سوف نحتاج إلى مكونات بسيطة فلدينا البيض سوف نحتاج إلى البيض أنا لدي أربع بيضات ولكن أنتم يمكنكم أن تستخدموا أي كمية تريدون حسناً ومن ثم سوف نستخدم بعض من جبنة الشدر أو يمكنكم أن تستخدموا أي نوع أخرى من الجبنة التي تحبونها لدينا بعض من الملح والفلفل وهو حسب الرغبة أيضاً لدينا بعض الليمون أو الخل الأبيض وقد تتسألون لماذا نريد الليمون أو الخل الأبيض وسأريكم هذا فيما بعد ولدينا أيضاً بعض الزبدة وبعض الحليب وخبزان من التوست الأبيض أو الأصمر الذي تفضلونه حسناً ومن ثم سوف نحتاج إلى بعض الأشياء مثل لوحة تقطيع وسكينة مثل هذه وأيضاً لدينا وعاء لكي نخفق فيه البيض وهذه المخفقة ولدينا بعض من المعالق وأيضاً لدينا صحون أو طبقان للتقديم وكوب لتقديم البيض وسأريكم كيف حسناً ومن ثم نحتاج إلى وعاءان للطبخ وأنا الآن لدي فيه بعض الماء يجب علينا أن نغلي في الوعاءان بعض من الماء لأننا سوف نستخدمه للبيض المسلوق وأيضاً للبيض البوشية ومن ثم لدينا مقلات وسنستخدمها للعجة وهذه الملعقة المسطحة أيضاً حسناً فها هي جميع الأشياء التي سوف نحتاجها اليوم والآن يمكننا أن نبدأ بتحضير البيض هل أنتم متحمسون ومستعدون؟ رائع هيا بنا لنبدأ ويا أولاة الأمور كنوا حذرين جداً جداً مع الأطفال بالقرب من الموقت لأنه قد يكون خضر كثيراً لذلك يا أطفال عندما تحتاجون أن تستخدموا الموقت فسوف يستخدمونه أولاة الأمور حسناً رائع والآن سوف نقوم بتحضير البيض المسلوق أو تجهيزه أولاً حسناً فللبيض المسلوق سوف أأخذ بيضة وقد تعلمون أنه في الحقيقة البيض خفيف جداً من الأطراف فإن أمسكناه هكذا من الأطراف فقد ينكسر ولكنه قوي جداً من فوق ومن الأسفل فإن أمسكناه هكذا فلن ينكسر أبداً لأنه قوي جداً من فوق ومن الأسفل حسناً ولذلك بما أن الماء ساخن ويغلي وقد تكون البيضة باردة قليلاً فإن وضعناها قد تنكسر أو تنشق فنحن فقط سوف نقوم بثقب صغير جداً فقط تقشير جزءاً صغيراً جداً من البيضة من فوق فقط سوف نقشرها من فوق ولا تقلقوا فلن ينكسر من فوق أو من تحت حسناً فهاهو ثقب قليلاً جداً لكي لا تنكسر ومن ثم بالملعقة لأن الماء يغلي حسناً بالملعقة هكذا سوف نقوم بإنزال البيضة في الماء المغلي حسناً وكونوا حاذرين جداً جداً وسوف نتركها في الماء لمدة سبع دقائق فأنتم سوف تحتاجون إلى مؤقت وأنا سوف أستخدم هذا هنا طبعاً المؤقت ونريد سبع دقائق حسناً سنتركها إلى أن تخلص السبع دقائق حسناً وماذا بعد؟ وبينما البيضة تغلي فيمكننا الآن أن نجهز البيض المخفوق رائع والبيض المخفوق أو البيض البوشي سوف نضعه على ماء مغلي أيضاً ولكن قبل أن نضعه سوف نضع بعض من عصير الليمون أو الخل الأبيض على الماء ولكن لماذا قد تستغربون لهذا؟ ففي الحقيقة نحن للبيض البوشي نحتاج إلى بياض البيض ليكون متماسكاً قليلاً ولكن في الحقيقة هذا البيض قد لا يكون طازج مئة بالمئة فعندما ندخله يمكنه أن يكون بياضه البيض سائل كثيراً وقد لا يعطينا النتيجة للبيض البوشي كما نحتاجها أو بالشكل الذي نحتاجه حسناً لذلك عند إضافة الحامض مثل الليمون أو الخل الأبيض ففي هذه الحالة الخل أو الليمون يساعد بياض البيض لكي يتماسك ويعطينا الشكل الذي نريد حسناً لذلك فأنا سوف أستخدم الليمون وسوف أكون بعضرها في الماء هكذا وكونوا حذرين جداً جداً يا أطفال بجانب الموقع لأنه قد يكون خطر كثيراً رائع وإن كنتم تستخدمونه فكونوا حذرين يجب عليكم أن ترفعوا أيديكم إلى العلاء ولا تتركوها هكذا حسناً رائع والآن فقد سوف أقلبها قليلاً لكي نتأكد أنها الماء والليمون أو الخل الأبيض ممزوجين معاً أنا أحب البيض كثيراً فالبيض في الحقيقة مليء بالبروتينات الرائعة والصحية واو أوكي والآن يمكننا أن نفقى البيض في الماء ونكون حذرين جداً 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 فسوف نكسرها هكذا ومن ثم نقوم فقعها في الماء نعم وسوف نقوم بتقليبها لكي لا تلسق في القاع حسناً فكونوا حذرين لأننا لا نريد أن تنزل إلى القاع رائع فنحن نقلبها بالمعلقة لكي لا تنزل البيض إلى قاع الوعاء لكي يعطينا البيض الفوشي بالطريقة المطلوبة حسناً رائعاً جداً لا بأس يا أطفال أنتم الآن سوف تساعدون أولاة أموركم في عجة البيض فيمكنكم أن تخفقوها فيمكنكم بالطبع أن تساعدوهم فلا تخلقوا حسناً والآن يمكننا أن نتركها قليلاً وبما أن لدينا ثلاث دقائق للبيضة المسلوقة يمكننا الآن أن نضع الخبز التوست في التوستر أو المحمص حسناً لأننا نريد منه أن يتحمس قليلاً فأنا سوف أضعه هنا وسوف أدركه هنا لكي يتحمس قليلاً حسناً ففي الحقيقة هذه الوجبة أو وجبات البيض بهذه الطريقة هي شحية وصحية جداً 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 لأنها مليئة بالبروتينات وأيضاً بالدهون الصحية وأيضاً لدينا الكاربوهايدرات فهل تعلمون أين يمكننا أن نجد الكاربوهايدرات هنا؟ فلتفكروا ولتخبروا أولاد أموركم أين الكاربوهايدرات هنا؟ رائع فيمكننا أن نجد الكاربوهايدرات هنا في الخبز أليس كذلك؟ فالخبز مصدر رائع جداً 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 للكاربوهايدرات حسناً وماذا بعد؟ لدينا البروتينات فنحن قد ذكرنا أن البروتينات موجودة في جميع منتجات الألبان وأيضاً البيض مليء بالبروتينات ولدينا هنا أيضاً الحليب الذي هو مليء بالبروتينات وجميعهم أيضاً مليئون بالدهون الصحية أليس هذا رائع؟ فنحن لدينا جميع المكونات الغذائية الأساسية الرائعة جداً التي تحتاج إليها أجسامنا لكي نصبح أقوياء ويصبح لدينا الطاقة ونفكر بشكل سليم رائع جداً حسناً يمكننا أن نرى كيف هو البيض آه البيض البوشي رائع قد يحتاج إلى بعض من الوقت وبينما ها هي بيضتي المسلوقة سوف تنتهي الآن والآن ها هي السبع دقائق ويمكننا أن نخرجها الآن البيضة المسلوقة وهي جاهزة حسناً كونوا حذرين جداً 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 لأنها ساخنة سوف أخرجها بالملعقة هكذا وهي ساخنة كثيراً إنها ساخنة قبل أن نلمسها الآن حسنا رائع والآن سوف نتركها لقيل نريدها فقط أن تبرد قليلا هكذا وهذا الكوب سوف نستخدمه للبيضة المسلوقة قبل أن تبرد قد سأرى هذه هي البيضة البروشية حسنا سنتركها قليلا وسوف نجهز البيض المخفوق للعجة حسنا سوف نقومه بكثر بيضتان أو ثلاثة أو أربعة مثل ما تريدون هكذا ثم ثانية رائع والآن سوف نضيف القليل من الحليب فقط القليل لائع وبعض من الملح على حسب الرغبة وبعض من الفلفل الأسود على حسب الرغبة قد لا تريدون الفلفل الأسود ولا بأس أنا أحب الفلفل الأسود ولكنه قد يكون حار قليلا ومن ذلك ما نفقه يمكننا أن نخفقه بهذا الشكل وأنتم يا أطفال يمكنكم أن تساعدوا ولات أموركم الآن رائع بهذا الشكل نتركز أنها مخفوقة بالشكل صحيح ورائع رائع جدا حسنا والآن يمكننا أن نتركها قليلا ونجحس هذه البيضة المسلوقة سوف نقوم فقط بقطع بشكل دائري من الأعلى بهذا النوع من السكين فقط فقط من فوق هكذا رائع جدا ومن ثم نضعها في الداخل ولدينا الآن التوست جاهز نعم فقط أطيق قليلا من الوقت بينما أنا أخذ هذه الأشياء من هنا لكي نقطع الآن خبز التوست سوف أتفقد ها ها هنا تحتاج فقط قليلا من الوقت حسنا والآن يمكننا أن نخرج قطع من التوست سنستخدم الأخرى بعض قليل وسوف نقوم بضحنها بقليل من الزبدة رائع جدا يمكنكم أن تستخدموا الزبدة المملحة والغير المملحة إن كنتم تحبون الملح حسنا ومن ثم ها هي قطعة الدوست جاهزة سوف أقوم الآن بتقطيعها على شكل أصابع حسنا هكذا رائعا ومن ثم نأكلها هكذا نقوم بتغميسها في داخل الزبدة بهذا الشكل مم 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 فهذا هو البيض وهذه هي الجنود مم نأكلها بداخل مم هذا رائعا جدا وشاهي مم مم أنا أحبه قديري حسنا يمكننا أن نضعها هنا ويمكنكم أن تأكلوه حسنا و تحتاجوا بيضة البوشير إلى القليل من الوقت بعد فقط القليل سأتركها قليلا والآن يمكننا أن نسخن المقلاب قليلا على نار وسط ولنقوم بالعجة سحنا وبينما هي تجهز سأقوم بإخراج قطعة التوست الأخرى إنها حارة ومن ثم سوف أقوم بدهنها بقليل من الزبدة مجددا رائع سأحتاج إلى القليل بعد بهذا الشكل والآن يمكننا أن نخرج بيضة البوشير فسوف أستخدم مجددا الملعقة وسوف تكون مبلبلة في هذا سوف أخرجها بهذا الشكل ونضعها هنا قليلا لأنها مبللة فهل ترون كيف يكون شكلها سأريكم إياها ها هي تبدو لذيذة هل سنتركها هنا قليلا والآن يمكننا أن نضيف بعضا من زيت الزيتون إلى المقلاء يمكنكم أيضا أن تستخدموا الجبدة لا بأس بذلك سنوزعه ونضيف البيض بهذا الشكل ونضع هذه البيضة البوشي على الخبز نضع عليه القليل من الملح وأيضا القليل من الفلفل وها هي جاهزة للأكل يمكننا أيضا أن نقسمها هكذا فها هي جاهزة ويمكننا أن نأكلها ولعجة البيض فسوف نحاول أن نجعله يستوي هكذا من الأطراف بهذه الملعقة المسطحة نحركه من الأطراف لكي يستوي بالشكل المطلوب هكذا جددان ونمار تزيد من الوقت رائعة سوف نتركها قليلا ونضع عليها الجبن الشدر أو أي نوع من الجبن تفضلون وكذا يا أطفال أنتم يمكنكم أن تساعدوا ألات أموركم في هذا فتضعوها ولكن من فوق بهذا الشكل ونتركها قليلا وبينما وما هي تستوي فأنا سوف أجرب هذه البيض البوشين رائع جداً والآن سوف نقوم بطبقها بهذا الشكل وها هي جاهزة وسوف أضعها الآن على الطبق بهذا الشكل وها هي عجة البيض بالجبنة جاهزة والآن لدينا ثلاثة أنواع من البيض البيض المسلوق بالخبز التوست والبيض البوشي وأيضاً لدينا عجة البيض وجميعها لذيذة جداً جداً هذا رائع لقد حذيت معكم بيوم رائع في تحضير جميع هذه الأنواع البيض الرائعة وأيضاً الشهية واللذيذة جداً جداً وأتمنى أن أراكم مجدداً في المرة القادمة ويا أولاة الأمور لا تنسوا أنه يمكنكم العثور على الكثير من مقاطع الفيديو الرائعة وأيضاً يمكنكم العثور على دليل الصحة والتغذية في موقع هيئة أبوظبي للتفولة المبكرة على منصة الوالدين وأتمنى أن أراكم مجدداً في المرة القادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر